موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك عزيزي الطالب في حلقة جديدة من دروس اللغة العربية للصف العاشر الثانوي حلقتنا اليوم سنتناول فيها من مجال القراءة لزيادة الخبرة في مجال معين موضوع دور المرأة في أحداث الهجرة في هذا الموضوع نريد أن نعرف مكانة المرأة في الإسلام ما هو دورها في خدمة هذا الدين وخاصة في الهجرة النبوية سنتناول ذلك عزيزي الطالب بشرح والتفصيل ولكن بعد فاصل قصير فتابعونا مرحبا بكم من جديد أعزائي الطالب في هذا الموضوع وهو من مجال القراءة لزيادة الخبرة في مجال معين وموضوعنا بعنوان دور المرأة في أحداث الهجرة ولكن قبل البدء في دراسة هذا الموضوع وتناوله بالشرح والتفصيل نريد أن نقف وقفات ثلاث سريعة الوقفة الأولى في هذا الموضوع لماذا ندرس هذا الموضوع وكيف كرم الإسلام المرأة ثم نريد أن نعرف من هما النموذجان الذان اختارتهم الكاتبة لتتناول قصتهم بداية كرم الإسلام المرأة وجعلها مساوية للرجل في الأصل الإنساني قال تعالى في التكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تعالى في مساواتها بالرجل في التكاليف الشرعية والجزاء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة إذن لا يخفى عليك كيف اعتنى الإسلام بهذه المرأة وكيف كرمها كيف كانت حالها في الجاهلية قبل الإسلام وكيف أعلى من شأنها وكان لها دور كبير في خدمة الإسلام خاصة في الهجرة النبوية ولكن لماذا هذا الموضوع بالذات عزيز الطالب نقول ما الهدف من دراسة هذا الموضوع تدريب الطلاب على كيفية القراءة للتمكن في مجال تحمل المرأة تحمل المرأة مسؤولية الدعوة والتصدي لهذه المهمة الصعبة نريد كذلك عرض الآراء المدعومة بالحجة والدليل للرد على الشبهات التي تقلل من قيمة المرأة ومن أهدافنا كذلك تعرف ما يدور حول قضية المرأة من آراء واتجاهات وآخيرا الوقوف على الحقيقة الناصعة من خلال دورها عبر التاريخ الإسلامي ومواقفها المشرفة مع رسول الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الكاتبة من جملة من النساء التي خدمت الإسلام أو من جملة من النساء اللواتي خدمنا الإسلام اختارت الكاتبة شخصيتين كان لهم دور بارز في خدمة هذا الدين خاصة في الهجرة النبوية بداية اختار الكاتب رقيقة بنت أبي صيفي رضي الله عنها واختار كذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ولكن بما تعلل اختيار الكاتبة لهاتين الشخصيتين دون سواهما من النساء والإجابة على ذلك أن الكاتبة اختارت فتاة يافعة أي صغيرة في السن واختارت كذلك مرأة طاعنة في السن أي كبيرة في السن إذن فتاة يافعة وفتاة كبيرة لماذا؟ لتثبت أن عطاء المرأة في سبيل الدعوة لم يتوقف على سن معينة وإنما شمل كل الأعمار الآن عزيز الطالب دعنا نقرأ الفقرة الأولى ثم نعلق عليها ونرى ما فيها من مفردات أو من أسئلة كذلك الفقرة تقول لم تكن المرأة لتعيش على هامش الحياة بل كافحت وناضلت منذ فجر الدعوة إذ كانت تسير جنبا إلى جنب مع الرجال تتفاعل مع الأحداث وتعيش الواقع مرحلة مرحلة بل خطوة خطوة في السر والعلن حتى كانت السباقة في مضامين كثيرة وقامت بأعمال كان الرجال يعجزون عن القيام بها أحيانا لا فرق بين أن تكون المرأة طاعنة في السن هرمة أو أن تكون صبية يافعة حسبها أن يكون الإيمان رائدها لتقوم بأعمال جليلة تخدم عقيدة التوحيد وتنشرها وبعد قراءتنا لهذه الفقرة دعنا نقف الوقف الأولى مع المفردات أو مع الثروة اللغوية فيها ففي هذه الفقرة عندنا كلمة طاعنة كانت امرأة طاعنة في السن أي كبيرة في السن وجمعها طواعن أما هرمة أي من بلغت أقصى الكبر والجمع هرمة فهذه امرأة هرمة وهؤلاء نساء هرمة على هامش الحياة أي على جانبها والمقصود في من يعيش على هامش الحياة أنه غير مهم إذن على هامش الحياة غير مهمة أما يافعة فتاة يافعة أي شابة نقول عزيز الطالب الصبية اليافعة تعني من ناهزت سن البلوغ فما معنى اليافعات من الأمور واليافعات من الجبال أما اليافعات من الأمور فهي أحسنت هي الأمور العظيمة واليافعات من الجبال أحسنت كذلك هي المرتفعة من الجبال ننتقل بعد ذلك إلى لم تكن المرأة لتعيش على هامش الحياة نقول على هامش الأخبار ونقصد أحسنت أي الأخبار الفرعية ففي الأخبار هناك الأخبار الرئيسة والعريضة وهناك الأخبار الفرعية ونقول على هامش الحياة ونقصد غير مؤثرة ولا قيمة لها ولم تكن المرأة طبعا لتعيش على هامش الحياة ونقول نكتب على هامش الكتاب ونقصد أحسنت على حاشية الكتاب وجانبه المرأة كافحت وناضلت أكمل ما يأتي على غرار التعبير السابق نلاحظ العلاقة بين كافحت وناضلت علاقة ترادف إذن في التعبيرات الآتية الآتية أيضا نريد أن نأتي بمرادفات أخرى للكلمات فنقول مثلا الجبان تقهقر وتراجع أحسنت تقهقر وتراجع بنفس المعنى كذلك الحق ظفر وانتصر الحق ظفر وانتصر إذن الجبان تقهقر وتراجع والحق ظفر وانتصر بعد ذلك اضبط أحرف كلمة هذه الكلمة التي بين القوسين في كل جملة مبينا معناها أن يكون الإيمان رائدها لم يكترث الرجل لخطورة المشكلة لأنه سهلا في الجملة الأولى أحسنت حسبها بفتح الحاء وسكون السين وبمعنى يكفيها إذن يكفي المرأة أن يكون الإيمان رائدها في الجملة الثانية تعزيزي الطالب لم يكترث الرجل لخطورة المشكلة لأنه أحسنت حسبها سهلة وحسبها بفتح الحاء وكسر السين أي ظنها سهلة ظننت المسألة سهلة أو حسبتها سهلة بعد ذلك تقول الكاتبة لا فرق أن تكون المرأة طاعنة في السن هرمة أو أن تكون صبية يافعة رتب المراحل العمرية الآتية ترتيبا تصاعديا شابة يافعة هرمة مراهقة كهلة ترتيبا تصاعديا نريد أن نرتب هذه المراحل العمرية من الأصغر إلى الأكبر من الأدنى إلى الأعلى في البداية تكون الفتاة يافعة يافعة ثم تصبح بتصبح مراهقة ثم شابة ثم كهلة وفي الأخير تكون هرمة أي التعبيرين الآتيين أنسب لتعبير الكاتبة عن المسابقة مع بيان السبب كانت السباقة في مضامين كثيرة أم كانت السباقة في مضامير كثيرة نعرف مضمار السباق الذي تجري فيه الخيول إذن بالتأكيد التعبير الثاني أفضل وأنسب لمعنى المسابقة وهو المضمار فنقول عزيزي الطالب التعبير الثاني أدق لأن كلمة مضامير مفردها مضمار وهو مكان السباق وهذا ما قصدت الكاتبة أن تبينه السؤال التالي ما المقصود بقول الكاتبة لم تكن المرأة لتعيش على هامش الحياة ذكرنا على هامش الحياة أي غير مهمة ما المقصود هنا أحسنت المقصود أن المرأة كانت فاعلة في الحياة لها دور إيجابي كالرجال وهذا ما سنراه في هذا الدرس سنتناول شخصيتين رئيستين هما الرقيقة بنت أبي صيفي وكذلك أسماء بنت أبي بكر وسنتناول كذلك شخصيات أخرى بما دللت الكاتبة على صحة القول السابق في الفقرة دللت على ذلك بأنها نافست الرجل في مجالات كثيرة وكانت تقوم بأعمال قد يعجز عنها الرجال بعد ذلك أذكر مجالين من المجالات التي نافست فيها المرأة الرجل في هذا العصر نرى في هذا العصر أن المرأة قد نافست الرجل في ميادين كثيرة وفي مضامير كثيرة وفي مجالات كثيرة ومن أهمها أحسنت من أهمها مجال التعليم ومجال الصحة الآن نريد أن ننتقل إلى سؤال آخر عزيز الطالب فنقول قوة الدافع وسمو الهدف كان من أسباب نجاح المرأة في منافسة الرجال وضح ذلك من خلال فهمك أو من خلال فهمك للفقرة السابقة نعرض بداية الفقرة أين تجد عزيز الطالب قوة الدافع وسمو الهدف؟ أحسنت قوة الدافع في حسبها أن يكون الإيمان رائدها أما سمو الهدف في أنها تخدم عقيدة التوحيد وتنشرها ستكون الإجابة الإيمان كان الدافع القوي الذي ساعد المرأة في ذلك أما سمو الهدف فخدمة عقيدة التوحيد ونشرها كان الهدف السامي فاضل بين التعبيرين التاليين مبين السبب لم تكن المرأة لتعيش على هامش الحياة ما عاشت المرأة على هامش الحياة نلاحظ في التعبيرين السابقين عزيز الطالب النفية في كلا التعبيرين لم هنا النفي وما هنا النفي ولكن نلاحظ في التعبير الأول أتى كان أو أتت كان منفية ثم أتى الفعل بعدها مع اللام وهو ما يسمى بلام الجحود إذن سنقول التعبير الأول أفضل لأن استخدام لام الجحود وهي التي تكون بعد الكون المنفي أي بعد كان المنفية يدل على أن عيشها على هامش الحياة أمر مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها أما التعبير الثاني فاقتصر على نفي الأمر فقط إذن لم تكن المرأة لتعيش على هامش الحياة أي ليس من أصل المرأة ولا من فطرة الله التي فطر الناس عليها أن تعيش على هامش الحياة بل جعل الله سبحانه وتعالى لكل كائن بشري في هذه الحياة دور يؤديه جعل له دور يؤديه فللرجل دوره وللمرأة دورها أذكر نوع التصوير في كل مما يلي مبين المعنى الذي أوضحه تعيش على هامش الحياة ناضلت منذ فجر الدعوة ما نوع الصورة عزيز الطالب في تعيش على هامش الحياة أحسنت فيها كناية عن قلة شأنها وعدم فاعليتها في الحياة ناضلت منذ فجر الدعوة أحسنت فيها استعارة تصريحية لبداية الدعوة أي شبه بداية الدعوة بالفجر وحذف المشبه وهو بداية الدعوة وأبقى على المشبه به وهو الفجر فهنا جسد الدعوة بشيء له بداية وهذه استعارة تصريحية بعد ذلك هاتي من الفقرة السابقة محسنين بديعيين واذكر نوع كل منهما وفائدته هذه الفقرة عزيز الطالب نريد أن نستخرج منها محسنين بدايين أحسنت السر والعلن كذلك طاعنة في السن هرمة وصبية يافعة ونلاحظ أن المحسنين البديعيين هم الطباق في السر والعلن وهو طباق يوضح اتساع دور المرأة أما في أن تكون طاعنة في السن هرمة أو تكون صبية يافعة ففيها طباق يوضح اتساع شريحة النساء المشاركات في الدعوة كبيرة كانت أو صغيرة ننتقل الآن إلى فقرة أخرى عزيز الطالب نقرأها ثم نقف مع معانيها تقول هذه الفقرة حتى إن التاريخ لا يزال يحفظ للمرأة مآثرها في ظل الدعوة الجديدة ويذكر بفخر واعتزاز أمثال هؤلاء النسوة كالسيدة خديجة أم المؤمنين وفاطمة بنت أسد وأم سلمة وعائشة وسمية أم عمار وأسماء بنت أبي بكر ورقيقة بنت أبي صيفي وغيرهن كثيرات ممن وردس أسماءهن أو لم يتسع المجال لذكرهن بعد كلمة مآثر بمعنى مفاخر ومفردها مأثرة مأثرة بضم الثاء تقول الكاتبة التاريخ لا يزال يحفظ للمرأة مآثرها في ضوء القول السابق أذكر اسم المرأة التي تنسب لكل مأثرة مما يلي المرأة التي تمسكت بحقها في شهود صلاة الجمعين عمة النبي أحبطت مؤامرة اليهود للغدر بالمسلمين في غزوة الخندق المرأة التي تمسكت بحقها في مفارقة زوجها أحسنت المرأة التي تمسكت بحقها في شهود صلاة الجماعة هي عاتكة بنت زيد كان زوجا لعبد الله بن أبي بكر الصديق فلما توفي خطبها عمر بن الخطاب فشرطت عليه أو اشترطت عليه ألا تمنعه أو ألا يمنعها من شهود صلاة الجماعة وقيل أنه بعد وفاة عمر تزوجها الزبير بن العوام وكان رجلا ذا غيرة شديدة كان الزبير بن العوام رجلا أو رجل يغار غيرة شديدة على نسائه فأمر عاتكة أن لا تخرج من البيت لصلاة الجماعة فقالت له كنت أخرج في عهد الصديق وفي عهد عمر أفتمنعني أنت؟ قال إذا لا أمنعك أبدا أما عمة النبي التي أحبطت مؤامرة اليهود للغدر بالمسلمين في غزوة الخندق أحسنت هي صفية بنت عبد المطلب إن المسلمين خرجوا من الحصن لملاقات الكفار في غزوة الخندق كانوا في حصن فارع وتركوا خلفهم النساء فعلم أحد الجواسيس اليهود بذلك وأراد أن يبلغ الكفار لينالوا من هذا الحصن الذي لا يوجد فيه رجال فلما رأته صفية قامت بعمود الخيمة وضربته وقتلته ثم ألقت برأسه إلى قومه فعلموا أو فظنوا أن هناك رجالا خلف هذا الحصن فتركوا الحصن وانصرفوا المرأة التي تمسكت بحقها في مفارقة زوجها هي جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول زوجة ثابت بن قيس اشتكت إلى رسول الله وأرادت أن تفارق زوجها فسألها ماذا أصدقك ماذا أمر إليك فقالت حديقة قال إذا رد عليه الحديقة وأمره أن يطلقها أيضا عزيز الطالب من هي زوجة النبي التي آزرته وساندت الدعوة بمالها أحسنت هي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي غنية عن التعريف أم المؤمنين قدمت المشورة للرسول صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في عام الحديبية منعه كفار قريش فرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع بأصحابه إلى المدينة وأمرهم أن يذبحوا فما ذبح أحد من الصحابة الهدي قد يغير رسول صلى الله عليه وسلم رأيه فأشارت أم Musa على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ويذبحه فإذا رآه الناس عملوا مثل عمله وهذا ما حصل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وحلقه فأتى الناس مثلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمشورة من أم سلمة أم المؤمنين إذن هي أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي التي روت عنه الكثير من الحاديث الشريفة أحسنت هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي معلمة الرجال وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث المرأة التي فارقت أهلها فرارا بدينها أحسنت هي أم كلثوم بنت عقبة وقد كانت فتاة يافعة صغيرة مع ذلك هاجرت بمفردها من مكة إلى المدينة في هذه الطريقة الطويلة والأخطار التي تحدق بها هاجرت وحيدة من مكة إلى المدينة فرارا بدينها ونجاة من كفر قومها بعد ذلك أم الإمام علي وثانية من أسلم من النساء وكانت كالأمي للنبي صلى الله عليه وسلم أحسنت هي فاطبة بنت أسد إذن فاطبة بنت أسد وهي زوج أبي طالب كانت بمثابة الأمي للنبي صلى الله عليه وسلم فبعدما توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعاه كان النبي في عهد أو في عهدة أبي طالب وكانت زوجه فاطبة بنت أسد هي التي ترعى المرأة التي طلبت الشهادة مع وزاة البحر هي أم حرام بنت ملحان وقد استشدت مع جيش معاوية في قبرص المرأة التي صبرت على إذاء المشركين وهي أول شهيدة في الإسلام أحسنت هي سمية أم عمار بن ياسر أما المرأة التي شهدت أحدا وبيعت الرضوان وحنينا واليمامة وفيها قطعت يدها هي نسيبة بنت كعب أم عمارة وبخلاف النساء اللواتي ورد ذكرهن في السيرة النبية كانت هناك بعض النسوة التي لهن مكانة خاصة في ديننا الإسلامي الحنيف ورد ذكرهن في القرآن الكريم ورد في القرآن الكريم ذكر بعض الشخصيات النسائية ذوات المكانة الرفيعة في عهود الأنبياء السابقين أذكر اثنتين منهم أحسنت السيدة مريم ابنة عمران وقد عاشت عابدة قانتة لله وقد عاشت عابدة قانتة لله في محرابها حتى شاء الله أن تكون أما لنبي الله عيسى بغير زواج وكذلك السيدة آسية زوجة فرعون كانت مؤمنة بالله تعالى وبدعوة موسى عليه السلام وعذبها زوجها فرعون ولكنها صبرت ابتغاء لرضى الله تعالى صل كل اسمين في المجموعة ألف بالصفة التي تناسبه في المجموعة باء فيما يلي أم موسى عليه السلام أحسنت امتثلت لأمر الله وألقت موسى في البحر أخت موسى عليه السلام أحسنت كانت واسعة الحيلة جعلت آسية زوجة فرعون هي التي ترضع موسى بالقيس حرصت على الشورى أو حرصت على الشورى مع رجال دولتها آسية امرأة فرعون ضرب الله بها المثل في الإيمان امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله تعالى وآخيرا خولة بنت ثعلبة جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها وسميت باسمها صورة المجادلة في هذه الآن عزيز الطالب ننتقل إلى فقرة ثانية تقول كذلك تجدر الإشارة إلى التذكير بأن العهد المكية قد اتسم بسمتين اثنتين هما البيعة والهجرة إلى الحبشة فإلى مدينة يثرب وقد تمت خوفا من الردة والافتتان وهربا من العذاب والاضطهاد لقد أزعجت الهجرة إلى مدينة يثرب قريشا أكثر مما أزعجها نبأ خبر الهجرة إلى الحبشة لا سيما وقد وصل إلى مسامعها نبأ تحالف الرسول مع أهل يثرب في بيعة العقبة الثانية وأنها كانت أساسا بيعة حرب يسالمون بموجبها من يسالم النبي ويحاربون إلى جانبه من يحارب فخافت قريش أن ينضم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أتباعه المهاجرين إلى يثرب وأن يقيم لنفسه مركزا هناك فتقوى شوكته ويشتد بالتالي خطره الديني بل ربما ينال هذا الخطر الناحية الاقتصادية لموقع يثرب الجغرافي والتجاري كلمة اتسم تعني أحسنت اتسم العهد المكي أي اتصف فتقوى شوكته أي قوته وسلاحه بما اتسم العهد المكي من وجهة نظر الكاتبة بداية نقول العهد المكي هو الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة واتسم بسمتين أو بصفتين الأولى البيعة بيعة العقبة الأولى والثانية أما السمة الثانية فهي الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة ثم إلى يثرب أزعجت الهجرة إلى يثرب قريشا أكثر مما أزعجها خبر الهجرة إلى الحبشة فبما تعلل ذلك أزعجتها من الناحية العسكرية فخافت قريش أن تزداد قوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحالف بعاهل يثرب في بيعة العقبة الثانية هذا من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية خافت قريش على تجارتها التي تمر بالمدينة أما من الناحية الدينية فخافت من انتشار الإسلام والقضاء على عبادة الأصنام ننتقل الآن عزيز الطالب إلى سؤال آخر وهو ماذا تعرف عن كل من الهجرة إلى الحبشة نقول كانت في بداية الدعوة الهجرة إلى الحبشة كانت في بداية الدعوة وقد لجأ إليها المسلمون فرارا بدينهم من تعذيب المشركين وقد حدثت مرتين ماذا تعرف كذلك عن بيعة العقبة الثانية أحسنت كانت قبل الهجرة ببضعة شهور وقد بايع فيها ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسالم من يسالم ويحارب من يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل بعد ذلك عزيز الطالب إلى هذا السؤال هاتي معنى كلمة يقيم في كل جملة مما يلي خافت قريش أن يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه مركزا تجاريا في المدينة يقيم تعني أحسنت ينشئ لا يقيم المسلم على الذل يقيم هنا أحسنت تعني لا يلبث المؤمن أو المسلم على الذل بعد ذلك فتقوى شوكته هذا التعبير يصح أن يكون حقيقيا أو مجازيا فأيهما تفضل ولماذا أحسنت عزيز الطالب الأفضل أن يكون حقيقيا لأنه أو لأن كونه كونه مجازيا يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشوكة من معانيها حمة العقرب أي شوكة العقرب وهو تشبيه لا يجوز أما المعنى الحقيقي للشوكة فهو القوة والسلاح وهو المراد في هذه الفقرة هاتي من الفقرة السابقة محسنا بديعيا وبين نوعه وقيمته الفنية نعرض الفقرة بداية تأمل فيها أحسنت يسالمون بموجبها من يسالم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربون من يحارب والمحسن هو المقابلة التي تبرز مدى الطاعة والإخلاص في السلم وفي الحرب من خلال فهمك لمدلولات الألفاظ في الفقرة الثانية رتب الأخطار التالية وفق أهميتها عند قريش هل الخطر الاقتصادي أخطر أم الديني أم العسكري بالتأكيد الأخطر هو الخطر الديني ثم سيليه الخطر العسكري ثم في النهاية الخطر الاقتصادي في هذه الفقرة يقول أو تقول الكاتبة لذلك اجتمع القريش في دار الندوة للتشاور في هذا الأمر الخطير وتبودلت الآراء فيما بين القبائل المجتمعين في تدبير المكايد للقضاء نهائيا على محمد والخلاص منه حتى انتهى الرأي أخيرا إلى أن يأخذ من كل قبيلة فتى جلد ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما فيضرب محمدا ضربة رجل واحد وبذلك يتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع أحد من أهله أن يحارب العرب جميعا للأخذ بثأره عندها نزلت الآية الكريمة على النبي محمد لتنبهه لما يحاك له من مؤامرات فجاء قوله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ جاءت هذه الآية توكيدا لواقع المرأة في ظل الدعوة الإسلامية ومساهمتها الفعالة في بناء حضارتها وانتشارها فقد كان للمرأة دور في هذا الحدث العظيم أي في هجرة الرسول من مكة إلى يثرب منذ أن لجأ إلى غار ثور إلى أن غادره مهاجرا إلى أن وصل إلى مدينة يثرب آمنا ومقيما فتن جلد أي قوي والجمع أجلاد وجلاد أما جليد فجمعها أجلاد وجلداء صارما أي قاطعا وماضيا يحاك أي يخاط والمقصود تدبر المكائد وتحاك يثبتوك أي يسجنونك أو يضخنونك بالجراح ماذا تعرف عن دار الندوة؟ أحسنت دار الندوة هي مكان يجتمع فيه كبار رجال قريش للتشاور في أي أمر من الأمور المهمة ولحل المشكلات التي قد تعرض لهم فيما يخص القضايا العامة التي تهم الجميع أعدت قريش خطة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم أذكر مضمون هذه الخطة كيف خطتت قريش للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم مضمون الخطة أن تجمع قريش من كل قبيلة فتى قويا يتجمعون أمام بيت النبي حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيقتلونه فيتفرق دمه بين القبائل فلا يقدر قومه على أخذ ثأله يأخذونه من أي قبيلة لا يستطيعون أن يحاربوا جميع القبائل أذكر نوع الصورة والمعنى الذي أوضحته فيما يلي أن يضربوه ضربة رجل واحد أحسنت هذه الصورة فيها تشبيه بليغ يوضح اجتماعهم وتكاتفهم في إنجاز المهمة كذلك يحاك له من مؤامرات فيها استعارة مكنية حيث شبهت المؤامرات بالثوب وحذف المشبه به وهو الثوب وأبقى على شيء من لوازمه للدلالة عليه وهو كلمة يحاك وفي هذه الصورة تجسيد لدقة واحتباك التخطيط للمؤامرة فهي محاكة بدقة ومدبرة بدقة كما تحاك الثياب وتخطي بي النوع المحسن البديعي فيما يلي منذ أن لجأ إلى غار ثور إلى أن غادره أحسنت لجأ وغادره المحسن هو الطباق بين لجأ وغادر غادر مكة مهاجرا وصل يثريب مقيما ما المصطلح البلاغي الذي يطلق على العلاقة بين الجملتين السابقتين أحسنت هي المقابلة بين غادر مهاجرا ووصل مقيما وبهذا عزيز الطالب نصل إلى الختام الذي نريد أن نقول لك فيه أن هذا الموضوع هو توكيل لواقع المرأة في ظل الدعوة الإسلامية ومساهمتها الفعالة في بناء الحضارة وانتشارتها للمرأة دور مهم في بناء الحضارة الإسلامية فقد كان للمرأة دور في هذا الحدث العظيم أي في هجرة الرسول من مكة إلى يثريب منذ أن لجأ إلى غار ثور إلى أن غادره مهاجرا إلى أن وصل إلى مدينة يثريب آمنا ومقيما وبهذا عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية أو ختام حلقة هذا اليوم التي تناولنا فيها دور المرأة في خدمة الإسلام ونشر عقيدة التوحيد وسنكمل هذا الدرس في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة